السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حنكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة السابعة للصف الثاني المتوسط باتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بنومبر ايت وهو الريدنك ريدنك أي القراءة قبل القراءة اقرأ موضوع هذه المقال ماذا تعتقد أن هذه المقالة الموجودة في الجريدة تتحدث عن ماذا؟ لنقرأ معا الهيدلاين وهو الموضوع العمر لا يعني أي شيء نعتقد أن هذا العنوان يعني Age means nothing if you want to achieve anything you want يعني العمر لا يعني أي شيء إذا أردت أن تحقق أي شيء في حياتك لنقرأ سويا المقال لنعرف عن ماذا يتحدث Age means nothing Six-year-old Marta Garcia was sitting with her little three-year-old brother in the back seat of the family car كانت مارتا جارسيا والتي تبلغ من العمر ست سنوات تجلس مع أخاها الصغير والذي يبلغ ثلاث سنوات في المقعد الخلفي من سيارة العائلة As her dad prepared to get in the car and take the wheel عندما قام والدها بالاستعداد لركوب السيارة وتشغيلها Suddenly a stranger appeared فجأة رجل غريب ظهر Anne pushed Martha's father out of the way وقام بدفع والد مارثا خارج السيارة He wanted to steal the car هو أراد أن يسرق السيارة The father fought back قام الوالد بالمحاربة مرة أخرى But the thief overpowered him لكن اللص أو السارق تغلب عليه and got in the car وركب في السيارة Martha's father was holding on to the car door and screaming when the man started to drive down قام والد مارثا بالإمساك بباب السيارة والصراخ عندما بدأ اللص بقيادة السيارة على الطريق He said later قال بعد ذلك My children were in there أولادي هناك بالداخل I wasn't going to let go أنا لن أدعه يذهب Finally he lost his grip on the car and fell onto the road ولكن في النهاية لم يستطع أن يمسك باب السيارة وسقطه على الطريق The car disappeared والسيارة اختفت And the father sat crying on the side of the road والأب قام بالصراخ على جانب الطريق But Martha wasn't going to Let the thief get away with that لكن مارثا لم تدع هذا ألص أن يذهب هكذا She started hitting the carjacker with hair fist and pulling his hair لقد بدأت بضرب سارق السيارات بقبضة يدها وقامت بشد شعره Finally he got tired of that وأخيرا لقد تعب السارق من ذلك Stopped the car وأوقف السيارة and ordered the two children out وطلب من الطفلان أن يخرجا من السيارة مارثا took her brother from his car seat and helped him get out of the car مارثا قامت بأخذ أخاها من كرسي السيارة وساعدته بالخروج من السيارة Some minutes later بعد مرور بضع دقائق When Martha's father looked up عندما ظهر والد مارثا He couldn't believe his eyes لم يصدق عيناه His two kids were coming toward him ولداه الصغيران قاموا بالمجيء نحوه Martha was holding her brother's hand ومارثا كانت تمسك بيدي أخاها الصغير مارثا said ماذا قالت مارثا I wasn't scared أنا لم أكن خائفة I wanted us to be safe لقد أردت أن نكون في أمان I was hitting the bad man لقد كنت أضرب الرجل السيء I just wanted daddy أنا فقط كنت أريد أبي The local police officer said The local police officer said وقال البوليس المحلي Martha is a brave little girl Martha هي فتاة صغيرة ذكية ننتقل إلى After reading بعد القراءة Complete the sentences قوموا بإكمال هذه الجمل Number one Martha was sitting in the back seat when Martha كانت تجلس في المقعد الخلفي عندما A stranger pushed her father out of the way Got in the car and drove away عندما جاء غريبا بدفع والدها من طريقه والدخول إلى السيارة وقيادتها بعيدا Number two Martha's father fought with the thief But والد مارثا قام بقتال السارق لكن The thief overpowered him and got in the car لكن اللي استغلب عليه ودخل إلى السيارة Number three Martha hit the thief and pulled his hair until مارثا قامت بضرب اللص وشد شعره حتى He stopped the car and ordered the children out حتى تقام بإيقاف السيارة والطلب من الطفلان مغادرة السيارة Number four Martha's dad was sitting on the side of the road When والد مارثا كان يجلس على جانب الطريق عندما He saw his two children walking toward him عندما رأى طفلاه يمشيان نحوه ننتقل إلى الـ discussion وهي المناقشة Do you think it's a good idea to try to stop a thief Talk about it هل تعتقد أنها فكرة جيدة أن تحاول إيقاف للصن؟ أخبرنا عن ذلك طبعا برأيي وبرأي الآخرين No, I don't think that أنا لا أعتقد أنه من الفكرة الجيدة إيقاف للصن لماذا؟ He can hurt us يمكنه أن يأذينا إذا قمنا بإيقافه ننتقل إلى الصفحة التالية Number nine writing الكتابة A Look at the event chain diagram انظر إلى الأحداث المكتوبة في رسم التسلسلي هذا What news story is it from In this unit هذه القصة من أي جزء من هذه الوحدة Robert was delivering a pizza last Friday night كان ربط يقوم بتوصيل البيتزا في الليلة الماضية من يوم الجمعة The elevator in the building broke down والمصعد تعطله He stayed calm ate the pizza and fell sleep لقد كان هادئا وقام بأكل البيتزا ثم النوم He was trapped in the elevator for ten hours لقد حجز في المصعد لعشر ساعات The manager came to fix the elevator والمسؤول قام بإصلاح المصعد إذن هذه الأحداث كانت من قسم الconversation يعني حتكون الإجابة It is from the conversation هذه الأحداث هي خاصة بقسم المحادثة أما الإجابة هنا فيصف لنا الرسم التسلسلي وما هي فائدته؟ أنه عبارة عن كتابة الفكرة الرئيسية In a short story في القصة القصيرة And they are written in a diagram وهي عبارة عن اختصار It is a summary of a story هي اختصار للقصة Which happened with the same sequence of events In the past والتي تحصل في الترتيب معين للأحداث في الماضي ننتقل إلى الwriting corner وهو ركن الكتابة Follow these steps when writing a summary تتبع هذه الخطوات عندما تقوم بكتابة ملخص Number one Skim the text for the main idea Skim تعني القراءة السريعة نقوم بقراءة هذا النص قراءة سريعة لنحصل على الفكرة الرئيسية Number two Find the important information قم بإيجاد المعلومات الهامة Number three Delete any unnecessary information قم بمحو جميع المعلومات الغير ضرورية Number four Don't add any opinions of your own لا تقوم بإضافة أي رأي خاص بك Number five Use your own words to write the summary قم باستخدام كلماتك الخاصة عندما تقوم بكتابة الملخص Read the summary of the news story قم بقراءة الملخص لقصة هذا الخبر Can you think of another suitable headline هل يمكنك بالتفكير بموضوع آخر هذه القصة؟ القصة عن Delivery Boy trapped in Elevator رجل التوصيل الذي حجز في المصعد Last Friday night Robert was delivering a pizza to an apartment building The elevator broke down and he was trapped inside Robert did not panic He ate the pizza and fell asleep Ten hours later The building manager came to fix the elevator and he found Robert asleep inside نفس قصة المحادثة لكنها باختصار سنضع عنوان آخر لهذه القصة العنوان يمكن أن يكون Manager find delivery boy in Elevator أو ممكن أن نضع عنوان آخر Ten hours trapped in Elevator C. Choose a news story from the unit قم باختيار أي قصة التي ذكرت في هذه الوحدة Write notes in the event chain diagram وقم بكتابة الأفكار لهذه الأحداث في الرسم التسلسلي هذا سنقوم هنا اخترنا قصة الأفعى الكبيرة التي هاجمت الطفل دو الثماني سنوات A very big snake attacked the eight years child when he was playing near the river يعني قامت الأفعى الكبيرة بمهاجمة الطفل عندما كان يلعب بالقرب من النهر He screamed قام بالصراخ So his grandfather run towards him and found that the snake surrounded his grandson وقام جده بالجري نحوه ووجد أن الأفعى كانت تحيط بحفيده Someone managed to give the grandfather a knife قام شخص ما بإعطاء الجد سكينا He killed the snake and became a hero قام الجد بقتل الأفعى وأصبح بطلا ننتقل إلى D Summarize one of the news stories in the unit in your own words قم بتلخيص إحدى قصص التي ذكرت في الأخبار في هذه الوحدة بكلماتك الخاصة Use your notes from the event chain diagram واستخدم هذه الأفكار التي قمت بكتابتها في الرسم التسلسلي Write your own headline for the story واكتب العنوان المناسب لقصتك هذه نموذج لإجابة هذه الفقرة العنوان سيكون Our Hero أي بطلنا وهنا كتبت نفس قصة الأفعى التي قامت بهم مهاجمة الطفل وقام بإنقاذه جنده وبكده أنا انتهيت من شرح هذا الدرس أتمنى إذا عجبكم الفيديو أنكم تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أنكم تشتركوا معايا في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم وشكرا ترجمة نانسي قنقر